مرحبا أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقاء الأعزاء ومتابعين الأوفياء مرحبا بكم في فيديو جديد وأخبار جديدة وحصرية ننفرد بنشرها كالعادة إذن من العنوين اللي باش نترقولها اليوم إذن التبوبية قال السلطة لما تلتقط إشارات الشعب هذا اللي قالوا التبوبي باش نترقوله بأكثر تفاصيل في هذا الفيديو نمر للخبر الموالي محامل قال رغم التعب والإرهاق الموقفون السياسيون متمسكون بالإضراب وهذه خسارة إذن باش نشوفوا الموضوع كذلك هذي بأكثر تفاصيل وباش نشوفوا أيضا علي العريضة في ورطة جديدة باش نشوفوا الموضوع ذي كذلك وكذلك باش نشوفوا موضوع كذلك جديد وهو جامعة النفط قالوا وقطاع الفصفات قادر على إخراج تونس من أزمتها وعديد الأخبار الأخرى الحصرية وننفرد بنشرها إذن التبوبية الأمينة للعام لاتحاد الشغل يحذر من تلاشي فرصة 25 جوليا بعد استمرار إهدارها أكد الأمينة العام لاتحاد العام التونسية للشغل نوردين التبوبية أن تحرك الاحتجاج المرتقب الذي دعا إليها الاتحاد يوم 2 مارس القادم سيكون بهدف الدفاع عن الحق النقبي الذي وصفه بالخط الأحمر وفقا لتعبيره إلى جانب المنادات بالحوار الاجتماعي وأوضح التبوب في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في افتتاح مؤتمر لجنة المرأة والشباب العام الباتحاد العربي لعمال الطاقة والمناجم المنعقدة بمدينة الحمامات أن الاختيار وقع على ساحة القصبة لتمفيذ التجمع العمالي يوم 2 مارس القادم وذلك لرمزيتها مشددا على أن التحرك ينادي بالتمسك بحق الحوار الاجتماعي ورفض المسة بالحق النقبي وتابع سنعبر عن رفضنا المساس بهذا الحق كما نرفض محاولة المس بمكتسباتنا النقبية وحول اختيار موعد التحرك نهاية الأسبوع أفاد الأمين العام أن الاختيار المركزي النقبي لهذا الموعد يهدف إلى غلق الباب أمام محاولات تشويه الاتحاد واتهامها بتعطيل عجلة الاقتصاد وتحميل هعب التدهور الاقتصادي وفقا لقولها وعلى صعيد آخر أعتبر الأمين العام للمنظمة الشغيلة أن فرصة 25 جوليا بدأت تتلاشى نتيجة الاستمرار في أهدارها مبينا أن مؤشرات عديدة بدرت من المواطن التونسي ردا على التدهور الوضع الاقتصادي والمعيشية لكن السلطة السياسية لم تلتقتها إذن وأضاف بيتنا نعيش في مناخنا في الغوغائية إذ لما نتعذى في محطات سابقة ووصلنا أهدار فرصة 25 جوليا وأراها فرصة بدأت تتلاشى لأنه لم يقع اغتنامها للتطوير كما شدد نوردين أتابوبي على أن تونس في أمس الحاجة إلى خلق مناخات آمنة على جميع المستويات بما في ذلك الديمقراطية دفاعنا لعجلة الاستثمار وكانت القيادة النقبية قد دعت في وقت سابق أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى تجمع عمالي يوم السبت 2 مارس القادم احتجاجنا على ما اعتبرها تعطلنا للحوار الاجتماعي وتراجعنا من الحكومة في تطبيق اتفاقيات وممضات وضربنا للحق النقبية هذا اللي قالوا اتابوبي مروا للموضوع الموالي والخبر الموالي محام أن أرقال رغم التعب والإرهاق الموقفون متمسكون بالإضراب أكدت أو أكدت عضو هيئة الدفاع عن الموقفين السياسيين مختار جماعي في تصريح له اليوم أنه بعد أيام من بداية الإضراب بدأت ملامح التعب والإرهاق تظهر على الموقفين ومع ذلك هم متمسكون بمواصلة الإضراب إلى حين تحقيق مطلبهم وأوضح أن الحالة الصحية الحرجة للموقفين تعود إلى تقدمهم أن نسبيا في السن والظروف الصحية السيئة داخل السجن في ذل إنعدامة توفر الحد الأدنى من الضمنات والرعاية الصحية وبينا أن المعتقلين مصرون على مواصلة الإضراب ويعرضون حياتهم للخطر من خلال معركة الأمعاء الخاوية وبخصوص راشد الغنوشي أكد أجماعي في تصريح له كذلك أنه بعد زيارة منظمات حقوقية وإنسانية له ومعينة حالتها الصحية المتداورة باعتبارها تقدمها في السن والأمراض المزمنة التي يعاني منها فقد قرر مجبرا رفع الأضراب مؤقتا مع استعادة استئنافه أن رأى موجبا لذلك وحمل أجماعي السلطة السياسية ممثلة في رئيس الجمهوري قيس سعيد ووزيرة العدل ليلى جفال باعتبارها المشرفة على المرفق العام السجني والمسؤولة على تدهور حالة المساجين السياسيين وكانت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين أكدت في ببلاغ أمس تدهور صحة عصام الشابي وفقدانها الوعي على الساعة السادسة صباحا في زنزانته بسبب انخفاضا حاد في نسبة السكر والدم وأوضحت أنه تم إسعاف أولا من قبل المقيمين معه في الغرفة والممرض ثم طبيب السجن ورغم تدهور وضعه الصحية رفض قطع الأضراب مرددا أن الإرادة الصلبة والمعنويات مرتفعة ويشار إلى أن عضو في هيئة الدفاع عن الموقفين المحامية دليل مصدق شددت على تمسك الموقفون بمواصلة الأضراب حالة أقصى وسيلة لتوعية الرأي العام بحجم معاناتهم رغم التدعيات السلبية على صحتهم نتيجة لذلك نمر لي خبر آخر علي العريض كذلك يدخل في أضراب جوع مطالبا باستقلالية القضاء ووقف الحملات ضده العريض يلتحق بالموقفين المضربين أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق والقياد بحركة النهض علي العريض عن دخوله في أضراب جوع مفتوح داخل السجن بداية من اليوم وأضافت هيئة الدفاع أن العريض يطالب من خلال أضراب الجوع الذي يخوذها باحترام استقلالية القضاء إلى جانب وضع حد لحملات التشويه والتحريض التي تستهدفها وبقية المعتقلين السياسيين وفقا لما جاء في البيان وأضاف بيان هيئة الدفاع عن علي العريض أن الحملات التي تشن على المعتقلين السياسيين تشكل تعديا على قرينة البراءة وتغييبنا للرأي والمخالفة وإفلات تماما من العقاب هذا اللي قالوا علي العريض به نمر للخبر الموالي جامعة النفط قالوا قطاع الفصفات قادر على إخراج تونس من أزمتها اعتبر كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سلمان السميري اليوم أنه قطاع الفصفات قادر على إخراج تونس من أزمتها الاقتصادية الحالية إعادة هيكلة أكد سليمان السميري لإضاعة جوهر أنه القطاع قطاع الفصفات قطاع حيوي والستراتيجي مبرزا أنه يشكو نقصا فادحا في اليد العاملة مما يتطلب فتح انتدابات وأشار السميري إلى توفير إمكانيات للخروج من الأزمة شرط القيام ببعض الاستثمار التي من شأنها العودة بالقطاع إلى مستويات الإنتاج 2010 ودعا على ضرور التوحيد المجمع الكيميائي وإعادة هيكلة الشركات الثلاث فصفات جفصة المجمع الكيميائي لنقل الفصفات للتسريع في عودة الإنتاج والمردودية إذن خلال 2023 الدوانة تحجز 7 مليون دينار من العملة الأجنبية المهربة الموضوع هذا يجب أن ترقله في الفيديو الموالية إذن كانت أخبارنا لهذا اليوم شكرا على المتابعة والاهتمام لا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات وهنا الاشتراك في القناة تضغطوا على الزر هذه باش تشاركوا في القناة شكرا على المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء